اهلا وسهلا بكم انا معتاز زهاني ودي قناقات كوتوب سينما مسلسلات كتير جدا موجودة في رمضان يمكن انا شفت عدد منها وهدي انطباع يعني عن افضل الاعمال اللي انا شفتها ولكن طبعا هو انطباع مبدئي لان لسه يعني شفت حلقتين او في بعض المسلسلات شفت 3 حلقات من اللي نزلوا حتى الان حابب اقول ان هو يعني المسلسلات في مسلسلات جيدة جدا وممتازة وكل حاجة ولكن يعني يوسف الشريف وباسل الخياط في حتة تانية خالص باسل الخياط عموما هو ممثل متميز جدا ويعني شفت له السنة اللي فاتل كان مسلسل الكاتب مسلسل عبقري وممتاز جدا ومتعودين منه على كده في مسلسلات مختلفة السنة دي هو مقدم مسلسل اسمه النحات والمفروض بقى ان هو يعني راجع بيروت بعد السنين وهيدرس دوره في النحت ولكن بيكرر ان هو يرفتح بقى بيت العيلة والكلام ده وفي بقى جو بقى في البيت ده غموط كده ورعب واصوات بتطلع له والصوت المسجل بقى بيفتح لوحده ومش عارف ايه فعايزين نعرف ايه سر البيت ده بالزبط وهل في روح بتحوم حول المكان ولا ايه الموضوع طبعا ده لسه بالتدريج هنعرف سر البيت ده وهو منفوض ان هو ليه اكتر من شخصية كمان شكل كده العمل هيكون متميز جدا زي عمل يوسف الشريف اللي هنتكلم عنه مسلسل النهاية كمان مسلسل شكله كده برضو هيكون اكتر من رائع وده كان بين اصلا من التريلر الاولاني ولكن هم نتكلم عنه شفت اول حلقتين ويعني هو ليه توقعات مستقبلية كانت غريبة شوية لبعض قد يراها غريبة ان خارجة العالم عموما اتغيرت خالص يعني القوة العظمى في قوة نهارت وقوة اخرى زي مثلا قوة العربية صعدت وبقى لها هيمنة والمسلسل عموما كده اجواءه اجواء بقى ديستوبيا وكل حاجة مترقبة من تصرفاتك وحتى اللي عايز يعمل مصدر بديل للطاقة او يعني يبتكر فيه الموضوع خارج عن سيطرة الشركة اللي هي المحتكرة لكل شيء يحققوا معاه ويعملوا مشاكل للناس اللي هي حتى بيحاولوا يعلموا الاطفال من المميزين في العمل ده شفنا يعني عمر عبد جليل كان قيم دور كويس جدا وسهر الصيغ كانت يعني رائعة في المشهد بقى اللي هي يعني بتبكي بقى على حبها المفقود وكده وبتحاول صناعة روبوت يكون فيه مواصفات حبيبها بشكل كبير وبتحاول تكمع القطع طبعا بطريقة بير شرعية وكذلك احمد وفيق برضو شايفينه بيقدم دور متميز المسلسل كمان شفته هو مسلسل لعبة النسيان طبعا دينا الشربيني بتتميز بقى بقى اجواء الغموض وعالم الجريمة وهنا بقى شخصية رؤية هي مفروض ان هي قامت كان مفروض في اول حلقة ان هي لسه مخلفها يعني الطفل الصغير ولكن طرع ان هي فقدة ذاكرة لمدة معينة وهي بقى لها اربع شهور في المستشفى في اخر ست سنين هي مش فاكرة حاجة والمفروض بقى ان يعني حصل الموضوع ان هي خينة ومش عارف ايه وجوزها طبعا كان حصل ضرب بينه وبين عشائها المفروض بشكل متبادل لهم الاتنين ماته فعايزين نعرف سر الموضوع طبعا انا حاسس كده متوقع ان هو اكيد يعني ان المسلسل في مفاجآت في الاخر فهي اكيد هتطلع مظلومة يمكن طبعا تطلع قوات انا شفت حلقتين انا شفت ثلاث حلقات فقط فيمكن تكون ان هي فعلا مظلومة كل الموضوع ده مدبر بس بتخطيط عبقري انجل مقدم كمان ايما بدور بشكل كويس وانا بحب تمثيل انجل مقدم هو اي شايف انها بدأت يعني تندق بشكل كبير في التمثيل في الفترة الاخيرة يمكن كانت بدايتها عادية ولكن فجأة بالتدريج كده اصبحت يعني لها مكانة في التلفزيون خالس الليالينا ثمانين ده متلسل مليان نجوم يعني اياد نصار وخالد الصاوي وصابرين ونرهان وناس كتير قوي وعدد كبير من النجوم شوفنا اول حلقة بيبدأ بقى من يعني من لحظة مقتل السادات ويعني هو بيتكلم في فترات قديمة وبترجع بقى بالذكرات لاحداث قديمة ولسه بقى شرية الكاسيت وبتسمع او شرية محمد مونير ومش عارف ايه وجو بقى الاستوانات اللي شغالة والحاجات دي ولكن خالد الصاوي هنا اي مجدور جدا اللي هو بقى يعني بيتهيق له حاجات ويبدأ يكلم نفسه وطبعا هو بارع في هذه الاضواق وشوفنا اياد نصار بقى وهو راجع من الخارج وجاي بقى يعني في لحظات حرجة في تاريخ مصر وهنشوف بعد كده ازاي بقى هيخشوا في العصور الاحدث كمان مسلسل مميز اسمه لما كنا صغيرين ده بتاع محمود حميدة وخالد النبوي ورهام حجاج وان كنت لا اقتنع يعني بحاجة اسمها بطولة رهام حجاج لان انا شايفها من الممثلات اللي هي ضعيفة نسبيا ومش زي يعني منفعش تتصدر باي شكل من الاشكال ان هي تكون بطلة ويجبني ان كان حصل مشكلة اللي احنا اسمعنا عنها بتاعت خالد النبوي والخلاف على موضوع ان هي البطلة والكلام ده ولكن بصرف النظر عن اي حاجة او تفاصيل العقد اللي هو مضاء او اي كلام ده منفعش خالص ان هي تكون بطلة عمل وخصوصا اما يكون وراها عمل وقين زي دور محمود حميدة وخالد النبوي ووضح ان نبيل عيسى هنا هيكون يعني هو واخد حتى الان في اوفقولها الحلقات يعني مساحة كبيرة في العمل ونسرين امين كانت برضو اخداء دور مهم وطبعا شايفين الخلاف اللي كان حاصل على موضوع الحمل والكلام ده ومحمود حميدة بقى شكله كده صاحب امبراطورية من امبراطوريات الشر هو لسه الاحداث بتتكشف تدريجيا ولكن محمود حميدة بيظهر شره في اول حلقتين ولسه هنخش في اعماقه اكتر بنعرف هو مسيطر على ايه بالزبط فده من المسلسلات اللي انا يعني من خلال الابطال اللي انا شايفهم من خلال اول حلقتين ثلاثة يعني شايف ان هو مسلسل مسير وده من المسلسلات اللي انا بفكر اكمل اتابعا فيه مسلسلات بيبقى بعد كزا حلقة كده بتفصل عنها وتقول لقى ده خلاص ده شكله هيبقى مسلسل ممل وغالبا مش هكمله كمان مسلسل فتوة من المسلسلات المميزة وشايف فيها برضو عدل من الابطال الاقوية وتمثيل حتى الان جيد من احمد صلاح حزن وطبعا فيه بقى كبيرة من النجوم التانين ياسر جلال بقى واحمد خليل والرياض الخولي كل دول يعني عدد مجموعة كل واحد منهم يشيل عمل لوحده المسلسل بقى الصراع التقليدي اللي احنا كنا بنشوفه ويمكن برضو موجود في اعمال نجيب محفوظ زمان وكده اللي هو بقى فيه واحد بيسيطر على الحارة وكل مكان او كل حي للفتوة اللي ماسك مساعد بقى بيفلت الزمام وبيكون هو الفتوة الشرير وبيطلع واحد تاني هتحدى هذا الموضوع ويكون هو الفتوة الطيب اللي بينصر الغلاب دي كانت موجودة زمان في الافلام اللي مكتبسة عن اعمال نجيب محفوظ وشايفينها دلوقتي برضو ياسر جلال بيقدمها بشكل كويس وهنشوف فقى يطرح مسلاح حسني هيكشف فقى اللغز مين الفتوة الطيب ده اللي عايز ياخد الحقوق وبيتحدى فده برضو من المسلسلات اللي الواحد يعني ايه حابب يتابعها وده طبعا طبع مبدئي جدا اللي ما شفتش غير حلقتين بس ازليك مسلسل خيانة عهد اليسرى برضو كان مسلسل شايفه ان هو كويس بيحصلها دايما احداث سيئة وهي لها قدرات معينة في قرية الفنجان ودايما لما بتقرى الفنجان وبيحصلها مشاكل في حياتها ونشوف فقى مشكلة الاذمان اللي مع ابنها ويترى هيتخلص منه ازاي وعودة للشاشة مرة اخرى لنجمة جمانة مراد اللي عملت قبل كده عدد طبعا من الافلام والمسلسلات المهمة وبيبون في وقت برضو ايما هنا بدور مختلف شوية وطبعا كل همه بقى في المسلسل دي ان هو يوصل لقلب يسرى فهنشوف بقى هل المسلسل ده من المسلسلات اللي هتفضل ماشي على خط الادمان والكلام ده زي مثلا مسلسلات نيلي كريم يعني قبل ما نيلي كريم تتغير وتعمل المسلسل اللي احنا شايفينه في رمضان ده بشكلها يعني عاملة طبعا حاجة مختلفة تماما من اول الاغنية اللي في التتر لحد دلوقتي انا مش شفتوش ولكن شايف نيلي كريم يعني مش متعودين منها على كده فيسرى هنا بقى هي عندها مصنع ملابس وهي الكبيرة بتاعت العيلة والكلام ده وبيحصل لها مشاكل مع ابنها اللي هو دخل بقى في سكة الادمان وفي نفس الوقت خط التاني موضوع بقى ارية الفنجان ده وايه سر ارية الفنجان ده ويطرر الموضوع فيه يعني احنا شفنا بعض الشغل الجرافيك والكلام ده اللي شفناه في العمل وايادي بتمتد كده على فستان الفرح فعليزيني يعرف هل في سر غامض بقى كمان في موضوع الفنجان في هل في جو مسلا من اجوال رعب قيال حاجة تانية غير سكة الادمان ولا ايه ده اللي هتشوف بدي الاعمال اللي انا بفكر اتباعها ولكن طبعا في مسلسلات تانية لسه مشوفتش منها حلقات يعني كل اللي احنا نتكلم فيه اول حلقات خالص لسه مشوفتش مثلا شفت حلقة واحدة من الاختيار وغالبا هيكون برضو مسلسل قوي اكيد لان القصة مؤثرة جدا عن بطل من ابطال اللي دفعوا عن سينة وكمان الناس بتشكر في مسلسل ياسمين صبري وياسمين عبدالعزيز ودي كانت نصة سريعة جدا على المسلسلات اللي يعني اخترتها من نص فيه كم طبعا كبير من المسلسلات ده ده العدد اللي انا ممكن اتابعه ولكن زي ما قلت يعني هو انا شايف ان على رأسهم هيكون مسلسل النهاية بتاع وصف الشريف ومسلسل النحات لباس الخياط وزي ما قلت لباس الخياط بيقدي كتمثيل ودايما بيختار اعماله وبيكون في حتة تانية خالص واللي شايف مسلسل الكاتب السنة اللي فاتت هيفهم انا بتكلم عن ايه من ناحية كل حاجة من الاعلانات المميزة كمان شفت اعلان زين اه عشرين عشرين كان برضو اعلان كويس واعلان مبنيل واعلان بنك مصر لذلك اعلان فودافون كويس برضو وطبعا اغنية شيرين كانت ممتازة فهشوف بقى يا طرى ايه المسلسلات اللي ممكن الواحد يكمل معها وايه المسلسلات اللي ممكن تخرج بر القيمة وتبدأ بقى الاحداث تكون مكررة او نمطية او تطلع القصة ان هي مش بالقوة الكافية فهنشوف طبعا من خلال الاحداث ولكن ده طبعا انطبع صريع جدا عن اول حلقتين وبعض الاعمال عن اول تلاتة وفي اعمال لسه هديها فرصة يعني لو خرقت حاجة معينة وادخل حاجة بدلها فب افكر مثلا في مسلسل الاختيار وطبعا كلسان طيبين للجميع بمناسبة شهر رمضان واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة ومع السلامة